ولكن طبعاً الشيء الغير منتسى واللي عايشينه موضوع الوباء الكورونا وعديد من الدول عم بياخدوا الفكسين عم بياخدوا التطعيم ومع كل هذه الاحتياطات والالتزامات لكن عم بيرجع هذا المرض وعم بحطه أكتر تشديد علينا وكأنه الأمر مش رايح ينتهي وكأنه الأمر يعني فلت زمام الأمر والناس صارت في حيرة والناس صارت قسمين اللي عاوز ياخدوا التطعيم واللي مش عاوز واللي كمان الهوية اللي صاروا يعطوها إذا الإنسان لمطعم هو اللي بيقدر يسافر هو اللي بيقدر يشتغل اللي بيقدر يعمل أو الشخص يعني كأنه كمان الناس مش كفاية موضوع العنصرية في كل مكان حتى في الوباء عملوها كمان مشكلة سياسية ومشكلة بتتعلق في الرئيس تتعلق في العنصرية إنه الشخص اللي مااخد تطعيم والشخص الغير مااخد تطعيم وكأنه الناس محتارة الناس عم تتساءل يعني طب والحل وينت الإنقاذ وبعد ما أخده رجعه عم بيحكولنا على التطعيم التالت ويمكن في رابع وفي ووى إلى آخره فاحنا محتاجين نصلي إن الله يبيد هذا الوباء كما وعد يعني في أوبئة ذكرت في الكتاب المقدس الله أبادها لكن أبادها عندما يكون في توبة وعندما يكون في رجوع للرب اسمع ما يقول الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح سبعة والآية الثلاثة عشر يقول الرب وإن أرسلت وبأا على شعبي فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم فإذا لاحظ الله بيسمع الله بيغفر الله بيشفي الله بيجيب الإبراء والاسترداد للبلاد لكن هذا الشرط منوت بالشيء مهم جدا إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم ما تتوقعش العالم رح طبعا الإختراعات وإحنا منصلي حكمي للأطباء ومنصلي ومنصلي ولكن صدقني لما بتتحد الكنيسة بالصلاة وأنا عاوز مرة تانية كما دعيت من قبل إنه كل اللي بشاهدونا خذلك دقيقة وصلي قل يا رب ادخل يا رب اقضي على هذا الوباء كما هو مكتوب يهرب الوباء قدامه فإذا حضور الله الأوبئة والأمراض وكل هاي الأمور المستعصى تهرب من حضوره وإذا كان حضور الله واضح من خلال كنيسته أكيد الله رح يعمل رح يتفاعل رح يعمل أمور عظيمة اشتركوا في القناة